السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي تانيا عديدي عمليم إيه وحشتوني جدا جدا يا رب يكونوا كلكم بخير إن شاء الله نحن حلا مع بعض محافظة القاهرة وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو شير والاشتراك في القناة ونفع زر الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله نسمى الله ونصلى الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الجغرافيا رقم واحد أمامك خريطة للوطن العربي وضح مضلول الأرقام التي عليها زي ما احنا شايفيني أبطال دي خريطة للوطن العربي لعبوا مع بعض نشوف الأرقام بتشير إلى إيه رقم واحد على الخريطة بيشير إلى المحيط الهندي اتنين أولى الدول المنتجة للحديد هي دولة موريتانيا رقم ثلاثة على الخريطة أكبر الدول المنتجة للحبوب الغذائية هي دولة مصر من الدول الغنية بمصادر الطاقة دولة ليبيا بما تفسر تزبزب الانتاج الزراعي في الوطن العربي للانتاج الزراعي حبيبي متزبزب في الوطن العربي بسبب اعتماد الزراع في معظم الوطن العربي على مياه الأمطار وهي غير سبتة يعني متزبزبة في الوطن العربي على مياه الأمطار وهي غير سبتة يعني متزبزبة في أوقاتها وكميتها بما تفسر الأهمية الاقتصادية للفوسفات في الوطن العربي رقم واحد لأنه يدخل فيه العديد من الصناعات نسل الأسمدة والمبيدات الحشرية ودبل الجلود والتوب الحراري رقم اكتنين ينتج الوطن العربي منه نحو 33% من الانتاج العالمي رقم ثلاثة يمتلك الوطن العربي منه نحو 40% من الاحتياط العالمي ودي كده الأهمية الاقتصادية للفوسفات بما تفسر أهمية السياحة في الوطن العربي لأنها رقم واحد تعمل على زيادة الدخل القومي حيث تحصل الدول العربية على سبعة واثنين من عشر في المية من إرادات السياحة العالمية رقم اثنين يحبايبي توفير الأموال اللازمة للمشاريع الصحية والتعليمية والخدمية المختلفة في الدول العربية رقم ثلاثة توفير فرص العمل للشباب سواء من خلال العمل في قطاع السياحة أو بأعمال متصلة به رقم أربعة تحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب رقم جيم اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات التالية إجمالي دخل الدولة من القطاعات المختلفة بها خلال عام دي أفضل إيه؟ ده كده مصطلح الدخل القومي رقم اثنين السلعة والخدمات التي تشتريها الدول العربية من الدول الأخرى طالما تشتريها الدول العربية من الدول الأخرى يبقى دي اسمها إيه؟ الواردات العربية من السخور الاقتصادية ويوجد في الطبيعة إما منفرد أو مختلط بالغاز الطبيعي أو الحديد ده كده معدن الكبريد معدن الكبريد السؤال رقم اثنين اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة تحتل دولة العراق المركز الأول فيه إنتاج التمور الإجابة صحيحة البترول والغاز الطبيعي والفلسفات من أهم الواردات العربية يعني إحنا بنشتريها من الدول الأخرى الإجابة هنا خطأ من الدول العربية التي تمتلك سروات بشرية هي سوريا والكويت الإجابة هنا خطأ من الدول العربية التي تمتلك سروات بشرية هي لغاية سوريا كده الإجابة صح أما الكويت هنا الإجابة غلط لأن الكويت بيبقى فيها نقص فيه العمالة فما ينفعش نهاية تمتلك سروات بشرية يبقى الإجابة هنا خطأ من الدول العربية التي تمتلك سروات بشرية سوريا والكويت الإجابة غلط محدش يتسرع وأول ما يشوف سوريا يعمل الإجابة صحيح لان الغاية سوريا الاجابة صح اما لما دخل عليها كلمة الكويت يبقى الاجابة هنا الغلط رقم به ما العلاقة بين الزراعة والحضارات في الوطن العربي ايه هي العلاقة يا حبيبي اللي تربط بين الزراعة والحضارة العلاقة ايه هقول وهب الله سبحانه وتعالى وطنان العربي جميع العوامل اللي ساعدت على قيام الزراعة منذ القدم من من ادى الى استقرار الانسان وقيام اعرق الحضارات مثل الحضارة المصرية القديمة اللي هي المقصود بها الحضارة الفرعانية وكمان حضارة بلاد ما بين النهرين وهي المقصود بها ايه حضارة بلاد العراق رقم اتنين ما العلاقة بين تكنولوجيا تسييل الغاز الطبيعي وانتاجه في الوطن العربي العلاقة اللي بتربط بينهم ايه هقول كده ادى تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز ونقله الى تزايد انتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي وتزايد الطلب عليه ثاني حبيبي هقول ادى تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز الطبيعي هو نقله الى التزايد انتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي وتزايد الطلب عليه رقم 3 ما العلاقة بين العلاقات العربية ما العلاقة اللي بتربط بين العلاقات العربية والتكامل الاقتصادي العربي هقولي أبطال أثر تزبز بالعلاقات العربية ما بين تعاون وخلاف وإنعكاز ذلك على التعاون الاقتصادي العربي فأصبح ذلك من معاوقات التكامل الاقتصادي العربي تاني أبطال هقول إيه أثرة تزبزب العلاقات العربية ما بين تعاون وخلاف وإنعكاس ذلك على التعاون الاقتصادي العربي فأصبح إيه فأصبح ذلك من معوقات التكامل الاقتصادي العربي رقم جيم اذكر استخدام واحد لكل معدن من ما يلي النحاس والرصاص والزنك النحاس هكتبها لكم هنا كده النحاس هقول يدخل في صناعة أسلاك التليفون هقول يدخل في صناعة أسلاك التليفون بس أنا كتبت أسلاك التليفون على طول عشان المكان أما الرصاص والزنك هقول إيه يدخل كلاهما في صناعة السبائك يدخل كلاهما في إيه صناعة السبائك يبقى النحاس بيدخل في صناعة أسلاك التليفون أما الرصاص والزنك يدخلان في صناعة السبائك السؤال رقم دال ما مقترحاتك لين حل مشكلات الصناعة والتجارة في الوطن العربي مقترحات لحلول مشاكل الصناعة والتجارة في الوطن العربي رقم واحد الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الخارجين في كافة التخصصات اثنين تجنب التقرار والتشابه بين المنتجات العربية ثلاثة حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية رقم اربعة التغلب على المشكلات الفنية والإدارية التي تعوق التبادل التجاري العربي ثانيا التاريخ من هو تنازل عن الخلافة لمعاوية ابن ابي سفيان عام واحد واربعين هجري هو الحسن ابن علي ابن ابي طولب الحسن ابن علي ابن ابي طولب رقم اتنين المؤسس الحقيقي للدولة العباسية هو مين حبيبي ابو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية ابو جعفر المنصور ابن الملك العادل الذي طرد السلبيين من دميات هو مين الملك الكامل اول امرأة مسلمة تتولى الحكم في الدولة الإسلامية هي شجر الدر بما تفسر انشاء الخليفة معاوية ابن ابي سفيان ديوان الخاتم ليه ابطال لحفظ وختم مرسلات الخليفة ليه لحفظ وختم مرسلات الخليفة رقم اتنين بما تفسر اهتمام الخليفة المعتصم بالجيش ليه الخليفة المعتصم يا حبيبي كان بيهتم بالجيش اهتم بالجيش من اجل القضاء على الصورات التي نشبت في عهله تاني حبيبي ليه من اجل القضاء على الصورات التي نشبت في عهله رقم ثلاثة بما تفسر تقسيم الخليفة عمر بن الخطاب الدولة الإسلامية الى ولايات ليه بسبب اتساع الدولة الإسلامية هقول كده بسبب اتساع الدولة الاسلامية عشان كده الخليفة عمر ابن الخطاب قصمها الى ولايات رقم جيم رتب الاحداث التاريخية الاياتية من القديم الى الحديث هنا موجود عندنا اقدم حدث هو انشاء الشرطة الاسلامية رقم اتنين معركة الزاب رقم ثلاثة بناء مدينة سمراء رقم اربعة استرداد امارة الرهة السؤال رقم اتنين اخترى الاجابة الصحيحة من ما بين القوسين ظهرت الوزارة كوظيفة رسمية حبابي فين في عصر الدولة العباسية ظهرت الوزارة كوظيفة رسمية في عصر الدولة العباسية سقطت الدولة الايوبية بسبب مؤامرة نقط على السلطان ترانشا وقتله بسبب مؤامرة نين المماليك على السلطان ترانشا وقتله رقم 3 الدريبة التي كانت تفرض على ما يخرج من باطن الارض من معادن تعرف باسم ايه؟ تعرف باسم الركاز يبقى اللي كانت بتخرج من بطن الأرض من معادن بتفرض عليها ضريبة إيه أبطال؟ ضريبة الركاز تم إنشاء نقاط في عهد الخليفة عثماني بن عفان أول ما يقول لي إنشاء في عهد الخليفة عثماني بن عفان طبعا هو الأسطور رقم به سوى بما تحته خط في كل عبارة من عبرات الأدية يعتبر عصر الخليفة الوليد ابن عبد الملك هو العصر الزهبي للدولة إيه؟ هو العصر الزهبي للدولة الأموية الوليد ابن عبد الملك كان في الدولة الأموية استطاع الزاهر بيبرس استرداد إمارة الزاهر بيبرس استردد إيه أبطال إمارة أنتاكيا رقم ثلاثة كانت تجنيد إجباري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين كانت تجنيد إيه؟ اختياري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين تعرف حرية الفرد في التصرف في أمواله وممتلكاته كيفما يشاهد بإسم الحرية إيه؟ بإسم الحرية المدنية طالما في الأموال والممتلكات يبقى دي حباب إيه؟ الحرية المدنية تعرف بيه الحرية المدنية رقم جيم كارن بين معركة حتين ومعركة عين جلوت من حيث النتائج النتائج المترتبة على معركة حتين رقم واحد انتصار المسلمين على السلبيين اتنين وقوع ملك بيت المقدس وأرنائت فيه الأسر رقم ثلاثة التوجه إلى بيت المقدس وتخليصه من السلبيين يبقى دي كده إيه؟ نتائج معركة حتين أما يا أبطال النتائج المترتبة على معركة عين جلوت هي انتصار المسلمين وهزيمة المغول هزيمة صاحقة اتنين حماية مصر والعالم الإسلامي من الخطأ المغولي بفضل إيه؟ وحدة المسلمين وإيمانهم رقم دال ما رأيك فيه؟ موقف صلاح الدين الأيوبي من أهل بيت المقدس ما رأيك في موقف صلاح الدين الأيوبي من أهل بيت المقدس هنا السوال بيقول لي مع رأيك يعني هبتدي إيجابتي بإيه؟ أؤيد ذلك أو أوافق على ذلك أو أرفض ذلك أو لا أوافق على ذلك على حسب إيه رأيك في الموقف اللي هو إيه هيدهولك هنا هتعالوا نشوف مع بعضنا إيه الرأي في موقف صلاح الدين الأيوبي من أهل بيت المقدس أول حاجة هقول أؤيد ذلك أو أوافق على ذلك حيث تسامح صلاح الدين الأيوبي مع أهل بيت المقدس هقول كده بيدل على حرسه على التسامح الديني حيث وعفى عنهم وأمنهم على أروحهم وأموالهم وكنائسهم اتنين أعفى الشيوخ والفقراء والأطفال من دفع الجزير تاني هقول كده تسامح صلاح الدين الأيوبي مع أهل بيت المقدس بيدل على حرسه وعلى إيه التسامح الديني حيث واحد عفى عنهم وأمنهم على أروحهم وأموالهم وكنائسهم اتنين أعفى الشيوخ والفقراء والأطفال من دفع الجزير وكده حبيبين كون انتهينا من حل محافظة القاهرة أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفاهم والنفع والسهولة والأسر وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح ولو استفدتم الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وضع زر الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله وألقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته